وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دانس فرانسس وكالة الأنروا بأنها شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين مؤكدا أن شعب وأطفال فلسطين بحاجة إليها وأعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استيائه إذا استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحيط بالأنروا دعيا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي وسياسي مستدام للأنروا ومؤكدا أن الوكالة وصلت إلى حافة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل جهات مانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة